على مستوى السوق السعودي فقد اغلق المؤشر الرئيسي تاسي تدولات اليوم على ارتفاع نسبة بلغة 0.51 من المئة عند مستوى 10463 نقطة تدولات بلغت قيمتها الاجمالية 3 مليارات ريال فاصل 948 مليون وجاء سهم شركة ثمار التنمية القابدة في صدارة الاسهم الاكثر ارتفاعا نسبة بلغة 9.95% عند 30 ريال فاصل 40 تلا سهم شركة اتحاد عذايب الاتصالات نسبة 5.52% ليغلق عند 61.20% ايضا ارتفع سهم شركة عبد المحسن الحقير للسياحة والتنمية نسبة بلغة 4.43% عند 25 ريال بينما تصدر سهم شركة الوطنية للتربية والتعليم قائمة للأسهم الاكثر انخفاضا نسبة بلغة 3.92% عند 103 ريالات